بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وأخي العزيز المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي زملاء الوزراء من الوافد المصري سيدات والسادة الحضور من أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بكل الشكر والتحية والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وصاحب سمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الحقيقة اللي لمسناه من أول خطوة خطناها على أرض المملكة العربية السعودية وده دايما يعني عهدنا في أشقاءنا في المملكة والحقيقة يعني أخي العزيز الدكتور ماجد تكلم على العلاقات اللي بتربط ما بين البلدين والشعبين على مدار التاريخ أنا عايز أجزم لكم أن يعني برضو لو جيته نزلته سألته أي واحد في الشعب المصري تقوله من هم الأقرب إليك قلبا وما هي البلد اللي أنت يعني تهفو أو تحب أنك تزورها حيبقى دايما الخيار الرئيسي هي المملكة العربية السعودية فالعلاقة بين البلدين على المستوى القيادة السياسية وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب الحقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فأنها إن شاء الله وإلى يعني أن تقوم الساعة هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير بإذن الله المهم اللي احنا نستهدفه مع بعض هو تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات الموجودة في البلدين لما يصب في مصلحة البلدين معا وهو ما نصب إليه ونهدف إليه في مصر إحنا لا نتكلم على استفادة بلد بصورة منفردة من استثمارات بلد أخرى بل على العكس هي لازم تكون علاقة تبادلية ومنفعة مشتركة وعشان كده الحقيقة كنت سعيد جدا وأنا بسمع من أخي العزيز المهندس خالد الفالح أمس على حجم الشركات المصرية اللي بدأت تستثمر هنا في المملكة وإن العدد النهاردة تجاوز الخمس تلاف وسبعمائة شركة مصرية ده شيء عظيم جدا يؤكد أن هناك استفادة مشتركة وده هنكون إحنا أكثر سعادة وفرحة كل ما هتزيد الاستثمارات المصرية في المملكة بنفس الشيء وبنفس الوتيرة أن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة واسمحوا لي أن أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الشفافية الحقيقة لما شرفت من قبل فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي ملف الحكومة الحقيقة كنا في منعطف فترة شديدة صعوبة يعني مصر طبعا حضراتكم تعلموا جيدا مرت بثورتين اعتبارا من 2011 ثم 2013 قدوم فخامة رئيس في منتصف 2014 حرب على الإرهاب أوضاع غير مستقرة الحقيقة أمنيا وكانت سياسيا واقتصاديا فالحقيقة كان كل شغلنا لشاغل كيف نعيد البلد على مصرها صليم وصحيح والحقيقة ممكن وقدر الله ما شاء فعل يعني كنا واضح تماما الخطة وكل شيء ولكن طبعا وجهنا كما وجهة المملكة والعالم كله بمجموعة من الصدمات الغير مسبوقة بدءا من وباء فيروس كورونا ثم مرورا بتدعيات الحرب الروسية الأوكرونية وأخيرا طبعا الأزمات الهائلة اللي موجودة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط للأسف سواء طبعا الحرب الأثيمة في غزة واقطع غزة وتدعياتها المشاكل اللي موجودة في الدول الشقيقة المجاورة لنا على حدودنا وهي مشاكل ليست بالقليلة فكل ده الحقيقة بيعمل ضغوط كانت على الدولة المصرية وبالرغم من ذلك كان نصب أعيننا كيف نتيح ونحسن مناخ الاستثمار في مصر وكيف نجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار المشكلة الحقيقية أن عندما توليت هذا الملف وجدت المشاكل الخاصة بأشقائنا في المملكة وجدت عدد كبير جدا 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 يعني يمكن كان العدد يتجاوز التسعين مشكلة مختلفة وزي ما زميلي معاني وزير الاستثمار اتكلم يعني بعد هذه المشاكل كانت تعود لعشرات السنين يعني من حتى قبل ما أن احنا ندخل في العمل الحكومي على الإطلاق وكلام ده كله وبعدها دخلت في منازعات في القضاء ومشاكل وتحديات كثيرة جدا الحقيقة كان كل شغلنا الشاغل وأنا شكلت مجموعة خاصة لهذا الموضوع أن احنا كيف نحل أكبر حجم من هذه التحديات علشان نعطي الرسالة الإيجابية لأشقائنا في المملكة أن احنا منفتحين تماما وأن احنا حرسين على حماية استثماراتهم وأن احنا نتمنى أن هم يزيدوا من استثماراتهم في مصر في خلال هذه الفترة الحمد لله يمكن من الخمسة وتسعين مشكلة اللي بدأناهم النهاردة كل المتبقي أربعة عشر وده طبعا جهد كبير جدا وأنا عايز أقول لحضراتكم يعني وين كان أنا كنت بحكي لزملائي أشقائي من المملكة أن يعني كنا بناخد القرارات جوى مجلس الوزراء المصري يعني مش عايز أقول أن احنا بنتجاوز ولكن كنا بنعلو ونتخطى حتى الإجراءات القانونية اللي ممكن أنها كانت موجودة على الأرض وده كان نتيجة لإيمان تام بأن احنا لابد أن نحل هذه المشاكل بطريقة غير تقليدية وزي ما بنقول خارج الصندوق وعشان كده هو ده كان هدفنا وأنا كنت حريص أن أنا ألتقي بصورة منتظمة مع عدد كبير من المستثمرين وبعضهم موجود في هذه الغرفة وهذه القاعة وإن احنا نحل وما زلت على وعدي ومع زميلي وعلي وزير الاستثمار الجديد إن احنا إن شاء الله نحاول قبل نهاية عام 24 نكون انتهينا من كل المشاكل القديمة ما كنت دايما بسمعه من حضراتكم إن احنا محتاجين خطوة مهمة جدا تضمن الاستقرار والثبات فيما يخص ضمام حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية وأيضا عشان كده كان جهدنا المشترك لإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية واللي هو الحمد لله النهاردة نقدر نقول إن احنا انتهينا منها وبنضع الرتوش الأخيرة وبناء على هذا الكلام يعني إن شاء الله أتمنى إن احنا هناخد بقى الإجراءات من الجانبين الإجراءات التشعية والتنظيمية الخاصة بحيث نستهدف بإذن الله إن تكون هذه الاتفاقية المفعلة في خلال الشهرين ثلاثة القادمين على الأكثر فده خبر مهم جدا أنا حابب إن أنا أنقله لحضراتكم لإن ده كان دايما مطلب من كل حضراتكم في حدثكم معي في هذا الموضوع الشيء الآخر وهو المهم إن احنا النهاردة كل هدفنا في الفترة القادمة ومع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر تبسيط وتيسير الإجراءات ويمكن أخي العزيز ماجد القصبي بحكم طبعا حبه لمصر وشغفه لمصر دايما بيقول أنتوا كنتوا بلد البيروقراطية ونقلتوها للمملكة في فترة ما وقلت له والله إحنا كمان كنا مصدومين لأن إحنا برضو خدناها من الاستعمار البريطاني وقت ما كان موجود في مصر للمدة أكثر من سبعين عام فإحنا يعني الموضوع تدخل علينا وإحنا يعني غصبا عننا يمكن إذا كان وبنعتذر إذا كنا نقلنا لكم في وقت من الأوقات ولكن هدفنا الحقيقة هدفنا كان الحقيقة المرة دي أن إحنا نشتغل أن إحنا نتخطى الإجراءات البيروقراطية من خلال استحطى الشرعية أدخلناها على قانون الاستثمار وعلى عديد من الحوافز والإعفاءات اللي إحنا أطلقناها لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات سواء قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع التطوير العقاري كل القطاعات طاقة جديدة والمتجددة وده بتمثل أولوية قصوى لمصر وبالتالي يمكن إحنا الحمد لله دلوقتي بقى أصبح لدينا حزمة جيدة جدا 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 من الاستثمارات من الحوافز الاستثمارية اللي تساعد وتشجع أي مستثمر وعلى رأسهم طبعا أشققنا من مملكة أن هم ييجوا وإن شاء الله يستثمروا ويجدوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بيهم الأهم هو يمكن الإصلاحات اللي عملناها في السياسات النقدية والمالية واللي الحمد لله قدت إلى استقرار سعر صرف الأجنبي العملة الأجنبية وحضركم أكيد كنتوا بتتابعوا الظروف المرت بها مصر الحمد لله إحنا اليوم على المصار السليم والأمور النهاردة منضبطة تماما وعندنا رؤية بالرغم من كل التحديات اللي منواجهها نتيجة الظروف الجيوسياسية على استقرار سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية أيضا في السياسة المالية الحياة معالي أخي معالي وزير المالية الجديد أعلن منذ يومين عن حزمة من الإصلاحات الضريبية والتي تستهدف برضو مرة أخرى تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة كبيرة جدا حل الملفات المتقدمة في النزاعات الضريبية بحيث أنها ناخد عليها على طول قرار عام بحيث ننهي هذه المزاعات ويبقى هناك منوال أو دلاء الواضحة لكيفية احتساب الضرائب على كل الأنشطة المختلفة عشان ما يبقاش هناك أي فرصة لأي موظف في الحكومة أنه يجتهد أو يخرج بشيء من نبات أفكاره ولكن الأمور تبقى واضحة تماما لكي يكون هناك إن شاء الله وضوح لأي مستثمر أنه يجي مصري بقاعد لمدة عشرين سنة عارف ما هي سياسة الدولة وإيه إجراءاتها وإزاي كيف يحسب ضريبيا أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم ولكن إلا أنا حابب أن أنا أنهي بيه كلمتي أن مصر بتفتح زراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية مصر سوء واعد وكبير جدا في أكتر من 110 مليون مواطن وظيف على مصر سوء كبير وواعد هناك طاقات كبيرة جدا قوة بشرية عمالة الحقيقة مواد خام موجودة التكلفة الاستثمارية بتعتبر قليلة وبالتالي يعني إن شاء الله كل الحوافز الممكنة هتكون متاحة لحضراتكم وأخيرا وليس آخرا معالي وزير الاستثمار أعلن عن إن في وحدة حتنشأ في وزارة الاستثمار مباشرة خاصة بالاستثمار من أشقائنا في المملكة السعودية ولكن أنا أيضا بأكد لحضراتكم مكتبي شخصيا مفتوح لاستقبال أي حد منكم في أي وقت وأنا حريص على هذا الموضوع إن شاء الله أنا بشكر الحقيقة كل مرة أخرى زملائي شقائي معالي الوزراء من المملكة العربية والتحاد الغرف على إتاحة الفرسلية لأننا يعني ألتقي بحضراتكم ونقلكم هذه الرسالة المهمة وحكون سعيد إن شاء الله لإجابة أي استفسارات من جانبكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله